فاكرين اول واحد كان عايز يطير ركب جنحات وطار زي المجنون كتير كنت عايز عارف هو ليه عمل كده يمكن كان عايز يلمس السحاب او يبقى حر زي العصافير بس اكيد ما كانش يعرف ان فكرته دي ممكن تغير العالم بعد ما مات بكرون هو صحيح مات بس فكرته ما ماتتش لان الافكار عمرها ما بتنوت لو لو جد عباس من في الناس عمرنا ما كنا حنصير دلوقتي من اربع سنين فاتوا انا كمان قالوا على اصحابي مجانين ولا ان عملي ما حوصل للانا فيه دلوقتي ولا هكمل سنة واحدة بس المفاجأة اني دلوقتي موجود وبقالي اربع سنين انا ارابيسك وقبل ما احكيلكوا قصتي سألت نفسي كتير يعني ايه ارابيسك فن الارابيسك هو انك تحط خشبة على خشبة لحد ما يبقى شكل جميل ومن هنا جه اسمي ومن هنا بتديه ايوه زي ما انتو شايفين كده كنت ورقة على حيطة الناس تكتب عليها افكارها واحلامها وتعبر عن اللي جواها وتخيلين صاحبت دماغ كام واحد وانا لسه يدوبك عندي كام شهر سهيل كان فيه كلام مش فهمه وكلام بحاول افهمه بس فهمته مع الوقت انا يمكن عندي اربع سنين دلوقت بس من ناغي قدرناك كل واحد عد علمي وتعلمت منه وعلمته عدت مع صحابي في ندواتي وعرصوني اللايحة الطلابية ويعني ايه التحق طلب وفجأة جبر وبقى فيه حاجة باسمي اسمها الرباسكلي سهيل كلام كتير من اللي كنت بقى اسمعه وما كنتش بقى فهمه بس دلوقتي اعرف حيات كتير قوي زي السياسة والفلسفة والتاريخ والحقوق الانساني وكل من السنة كنت بقى عرف حاجات اكتر مع ان ادماغي بقى كبيرة جدا بس لسه جوايا مواهب عايزة طلعها وعشان كده اتعمل الأوركاستيو ودي كانت اول حاجة من انه هتحصل في المكان اللي انا فيه وابتديت اغني وامس الورسن وفي الاخر وصلنا للبرفوليس حسيت اني حاجة كبيرة اوي لما الناس طلعت اللي جواها على المصير صحيح كان فيه ناس ما كانتش متقبليني ساعتها بس انا قصرت في ناس كتير وكبرت سنة ورا سنة وكل سنة كان بيبقى فيه أوركاسترا وليه اتعلمت منهم حاجات كتير لحد ما تحددت ملامح شخصيتي ويعرفت انا مين انا الحطار انا الكلام انا القصص والحكاوة انا الناس انا الكيام انا الاربس انا الاربس